المنتخب والأهل ستة هتشوف الصورة والأهل ستة والزمالك ثلاثة على أنه بيرامز الأعلى تمثينا في المنتخب يريدت نشوف الصورة دلوقتي عشان أقول لكم أنه يعني ما عددتش لحظات أهيه اتنق يعيني على أسامة يعني بمجرد مظاهرة الصورة على طول أسامة جلال أصيب فاتبدلت الفانيلات أصبح الأهل هو اللي سبعة بعودة ياسر إبراهيم وبرامز هو اللي ستة بخروج أسامة جلال حتى بعد انضمام مهند لاشيد الفكرة يا جماعة مش مسألة مين عنده أعلى تمثيل طبعا كل الأندية يعني أتمنى أنه الزمالك ما يستحقش أنه يكون منه ثلاث لعبة فقط في المنتخب أكيد يستحق أكتر من كده لكن ظروف الفري وترتيب الفري وإمكانات اللاعبين هي اللي بتقول ده لكن يبقى الأهلي وإحنا بنتكلم أن حسين الشحات كان حق وينضم وأحمد نبيل كوكا لو لولا الإصابة كان حيستمر كنت حتلاقس السبعة دور بقم تسعة لكن هو ده الدور اللي على النادي الأهلي بيقدمه للكرة المصرية وعلى فكرة مش في المنتخب الأول بس واللي بقوله لأي لعب تاني زي أفشة طبعا يعني اللعيب اللي عندها قدرة أن تثبت وجودها دي لعيب عندها القدرة تثبت وجودها وأي حدي تاني يكون نسيه في النادي الأهلي أنا أهم من عندي كام لعيب في المنتخب حجم تأثير اللاعب اللعبتي على المنتخب أيوة إفادتهم للمنتخبية تأثيرهم هل هم واخدين المنتخب طيرين به ولا نقاط ضعف ده اللي همني أيا كان عددهم بإذن الله مؤكد أن أفشة كانت عنده فرصة ومؤكد أن أكرم توفيه كمان كلاعب دولي أكرم أصيب في كاس الأمم اللي فاتت يعني لولا أنه عودته من الإصابة تأخرت شوية وما استعادش الفورمة بتاعته لعيب دولي مهم جدا أكرم توفيه رمي ربيعة لعيب دولي مهم جدا وفي أحسن حالاته على فكرة رمي في أفضل حالاته أيضا يعني عندك أربع خمس لعيبة كان عندهم فرص دول دول حيدوا نفس للنادي الأهلي أنه لازم يعلوا عن أي حد بقى في الفترة دي يرجعوا هم دول اللعيبة بقى اللي ايه التقيلة يعتمد عليهم التقيلة بقى اللي تكمل المشوار الصعب وبإذن الله عشان زميلهم برضو يرتاحوا شوية وهكذا خضبانكو الأهلي الأكثر تمثيلا في البطولة يعني الأهلي بجانب السبع لعبين الدولين اللي مع المنتخب الوطني فيه تلاتة موجودين برستاوه مع منتخب جنوب أفريقيا في البطولة أليو ديانجي في منتخب مالي وعلي معلول في منتخب تونس يعني فيه عشرة أهلي في كأس الأمم الأفريقية في أبيجان ده مش كتير وده الدور الطبيعي لأنه لو بصنا حتى على منتخبات الناشئين كابتن أحمد الكياس المدير الفني لمنتخب 2008 القائمة اللي أعلانها لمنتخب 2008 منهم 8 لعبين من أبناء النادي الأهلي وكابتن واقل شيتوس المدير الفني لمنتخب 2005 عنده راخر 8 لعبين في منتخب الناشئين موليد 2005 دي المجموعة اللي خدها أحمد الكاس بلال عطية وحمزة الدجوي وحمزة عبد الكريم وعبد الرحمن رامي مانو ومهند الشامي وعمر العدوي وياسين ياسر وزياد أيوب يعني 8 لعبين خلي بالك 2008 أو 8 لعبين في 2005 وفي 7 أو 8 لعبين طلعين منهم 3 في 2005 3 تحت السن طلعين أعراض برا النادي أي واخد بالك فأنت برضو يعني والقندوسي راح مع جزائر لا ما تاخدش اللعيبة أنت عندك يعني رقفة خليل قطعا تاخد ولا ما تاخدش لا مش في السن ده في سن تاني إذن أنت عندك لعيبة تانية رقفة 2003 2003 رقفة ما تاخدش ما كان ساعات يتاخد في السن اللي أكبر شوي اللي عايز أقوله يعني إيه التحجب اللعيبة الدولية عندك في خطاع ناشين كبير جدا سواء في المنتخبات القائمة أو المنتخبات أخرى تانية وحتاجد برضو يعني في كل منتخب هتاجد أزيز ظاهرة وده دور النادي الأهلي ده حجم المتوقع منه في إسهاماته في الكرة المصرية حتى في الألعاب الجامعية الأخرى أي الناس اللي بتقول لا النادي الأهلي في الرياضة يعني كان زمان يتعمل الدرع العام لأكتر نادي مساهم في المنتخبات والرياضة بشكل عام وكان الأهلي تقريبا محتكر برضو طيب كل التوفيير للمنتخب الوطني زي ما قلتلكم هيوصل تدريباته لغاية ما يسافر إن شاء الله تعالى مصحوما بدعوات كل الملايين من أبناء مصر خاصة وقد بدأ المعسكر بروح عالية جدا الحالة ده بين اللعيبة هايلة جدا فيه رغبة شديدة إنه إن شاء الله تعالى في أبت جان يعمل حاجة كويسة بإذن الله نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل مدخب شع الأهلي